قال رئيس محكمة العضل الدولي أن المحكمة غير مقتنعة بأن تدابير الإسرائيلية كافية لتخفيف مخطر الهجوم على رفح وضف أنه على إسرائيل ابقى معبر رفح مفتوحا بهدف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة المحكمة ليست مقتنعة بأن إجراءات الترحيل والتدابير اتخذتها إسرائيل لتعزيز أمن المدنيين في غزة وحمايتهم وخاصة الذين اضطروا للخروج من رفح كافية لتخفيف المخاطر الداهمة للهجوم على رفح تفرض على فتح كل المعابر الأرضية وخاصة معبر رفح وحسب الإجراءات المؤقتة المحكمة تعتبر بأن إسرائيل عليها في ضرف شهر انطلاقا من هذا التاريخ تقديم تقرير بخصوص التدابير المتخذ لتنفيذ القرار بعد ذلك سيتم تقديمه إلى جمهور جمهور أفريقيا التي بإمكانها تقديم ملاحظاتها بهذا الشأن في السياق رحبت الخارجية المصرية بقرار محكمة العدل الدولية فرض تدابير مؤقتة إضافية على إسرائيل إثرى عملياتها العسكرية في رفح جانب آخر قال بيان للرئاسة المصرية أن الرئيس سيسي تلقى اتصالا هتفيا من نظيره الأمريكي جو بايدن تناول تطورات الأوضاع في قطاع غزة وفقا للبيان فقد اتفق سيسي وبايدن على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لإنجاح مسار التفاوض وتحقيق فراجة تنهي مأساة الشعب الفلسطيني وعن اتصال ذاته ذكر بيان للبيت الأبيض أن بايدن أكد التزامه بدعم المساعر الرامية لإعادة فتح معبر رفح وفق ترتيبات تقبلها كل من مصر وإسرائيل وأشار البيت الأبيض إلى أن بايدن رحب بالتزام الرئيس سيسي بسماحه بتدفق المساعدات الإنسانية المقدمة من الأمم المتحدة من خلال معبر كرم أبو سالم وأضاف البيان أن بايدن وفق على إرسال فريق رفيع المستوى إلى القاهرة الأسبوع المقبل لمواصلة النقاش نعم إلينا عبر الإنجينات من القاهرة العميد ثمير راغب الخبير العسكري والاستراتيجي العميد ثمير مرحبا بك إذن هذه الأخبار المتعلقة بالسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة عن طريق معبر كرم أبو سالم أضافت قبل قليل الرئاسة الفلسطينية أنه تدبير مؤقت لأجل إدخال المساعدات بالاتفاق بينها وبين مصر ما هي التفاصيل المتوفرة حتى اللحظة وخاصة أن وسائل إعلام مصرية نشرت قبل قليل أن هناك ترتيبات حتى فيما يتعلق بمعبر رفح تحتر حضرتك هو طبعا مصر كتواخد موقف من موضوع المعبر رفح البري اللي فيه جانب الإسرائيلي ومصر مصر أن يكون هناك جانب فلسطيني لو هناك تدابير بإضافية مصر لن تعترض يعني لو فيه رقابة من اتحاد أوروبي ده تبقى الاتفاقية المعابر أو جاء من مجتمع مدني أوروبي ما فيش مشكلة يعني ونتيجة العمليات مصر كانت وقفة كل الإمدادات لأن الجانب الإسرائيلي غالق المعابر مصر باتصال زي مساتك تفضلتي ما بين الرئيس سيسي ورئيس بايدن حدخل وقود يعني هي متحددة بإدخال وقود من معبر كرم أبو سالم لحين الوصول لترتيبات ما تعلق بالمعابر لأن طبعا هناك حاجة ملحة نعم أنت تتحدث الآن العميد سمير راغب وسائل إعلام مصرية عن مصدر مسؤول تقول مصر ستعيد إدخال المساعدات إلى غزة من معبر رفح عبر آلية يتم الاتفاق عليها مع السلطة الفلسطينية وفي خبر آخر عاجل جاء أنه الترتيبات جارية الآن بين مصر وإسرائيل لبدء دخول المساعدات من معبر كرم أبو سالم بدءا من الليلة تنسيق جار مع إسرائيل لبدء توصيل المساعدات من خلال معبر كرم أبو سالم بدءا من الليلة إذن نحن نتحدث عن تنسيقين تنسيق فيما يتعلق بإدخال المساعدات من كرم أبو سالم وتنسيق آخر متعلق برفح ما تفاصيل كل منهما إذا سمحت لي كرم أبو سالم ما فيش جديد هو معبر إسرائيلي مصري يعني نحية مصر نحية إسرائيل فده ما فيش جديد بتدخل المعبر الإسرائيلي بكرم أبو سالم ومن كرم أبو سالم بتدخل على رفح الفلسطينية دي ما فيش إجراءات جديدة نفس التفتيش بيتم على المعبر التنسيق بيتم بتدخل الإمدادات وبيتوالى الجانب الإسرائيلي تسلمها للأمم المتحدة يعني اللي بيدخل ده هيستلموا الأمم المتحدة مش مواد شحنات تجارية اللي هي الناس بتشتريها أو المعونات العادية بالنسبة لرفح البري كان الكلام على إن يكون هناك مراقبين مجتمع مدني أوروبي من التحاد الأوروبي يعني أو من التحاد الأوروبي نفسه لكن في الأغلب من شخصيات مستقلة يعني منظمات خيرية مع وجود طرف فلسطيني أعتقد أنه مش هكون من حركة حماس وفي الحالة دي مصر ما هيش هترفض لكن حيبقى التحدي هو هل هناك عمليات في رفح أم لا لأن لو في عمليات برفح جانب الإسرائيلي بيغلق المعابر في الحالة دي حمل اتفاق حبري على ورق يعني لابد من الالتزام بما نص عليه قرار المحكمة العدل الدولية بوقف كامل اطلاق النهار في رفح أو على الأقل في مناطق وصول الإمدادات في معبر رفح لأن النهاردة لو شفنا بعد المحكمة في ارتفاع الحد لعمليات في رفح بما فيها مناطق معبر رفح والبرازيل نعم ولكن فيما يخص مصر العميد سمير راغب هذا التنسيق الذي من المتوقع أنه يصهم في إدخال بعض المساعدات سواء من رفح أو كرم أبو سالم وحتى مع تسليمه للسلطة الفلسطينية أو حتى جهات مستقلة أمم المتحدة أو اتحاد أوروبي هل سيحدث ذلك في ظل استمرار سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على الجانب الفلسطيني من معبر رفح والسبب الأصيل لإغلاق مصر المعبر من جانبها وكذلك محور فلادلف الذي قالت إسرائيل قبل أيام أنها سيطرت على ثلثين أم هناك ترتيب متعلق بهذه المسألة لا هي مصر قلت موقفها أنها ليست ستسلم في معبر كرم أبو سالم في الأساس الإسرائيلي لا يوجد مشكلة لكن معبر فلسطيني يتحول إلى معبر إسرائيلي مصر أعلنت موقفها التام في الموضوع هذا لكن أنا من وجهة نظري المتغير اللي حصل وده وجهة نظر أنا معرفش لسه مصر ما قالتش مع الرأي في قرار محكمة الدولية المتعلق بأمر إسرائيل بفتح المعبر لو إسرائيل قالت المعبر مفتوح ولا توجد عوائق ولا توجد عمليات فهذه الحالة مصر هتضطر إنها توافق ليه؟ لأن مصر إن لم توافق نتيجة موقف من وجود الإسرائيلي بس مصر هتسر على وجود طرف فلسطين إذا الطرف الفلسطين قبل وجود معاه طرف إسرائيلي مراقب فمصر لو رفضت إسرائيل هتكتب في التقارير لمحكمة العدل الدولية أننا فتحنا المعبر والجانب المصري أغلقوا من جانبه ستدعم مصر في موقف محرك ده رأيي أنا ففي الحالة دي ربما مصر يعني تعتبرها إجراء محقت وطالما الفلسطينيين قبلوا ونظرا لأن دخول المعونات مقدم عندنا عن مواقف أعتقد ممكن القبول سنتابع متطورات هذا الأمر في قادم الأيام وربما تتضح مزيد من التفاصيل المتعلقة بالآلية التي تم الحديث عنها قبل قليل شكرا جزيلا العميد سامير راغب الخبيري العسكري والاستراتيجي كنت معنا عبر إنترنت من القهرة لك جزيلا شكرا